الاهلي بقى في سبيل اعداده لفرقته وترتيباته للمستقبل وده الكلام اللي انا قلتلكه الاهلي ماشي في كل الاتجاهات مش مكتفي بس ان انت بتاهل فرقة او بتدعم فريقك او بتبرم صفقات او بتلب احتياجات المدير الفني الحالية او الانية او القريبة لا ده انت في نظرتك البعيد بدأت تعد ولادك الشباب على افضل اعداد وتديهم فرص كمان للاحتكاك الخارجي وكان قرار موفق جدا للجنة الكورة او لجنة التخطيط انها وفقت على انتقال سلاسي شباب الاهلي ميدو حسام ومصطفى فوزي ومحمد احمد بيسو راحين نادي زيزي كوفل تشيكي لمدة موسمين على سبيل الاعارة بعد تمديد عقدهم مع النادي يعني النادي الاهلي مدد عقدهم لفترات مطمئنة جدا انا بس عشان نلقي ميدو 2000 ومصطفى وبيسو 99 فالخطوة دي اهميتها ايه انك انت بتتوسع وبتطور فكرة الاعارات الخارجية الاعارات بشكل عام لما ثبت نجاح فكرة الاعارات وشوفنا الانديس عرف التستفيد منه وخصوصا النادي الاهلي اعتقد ان ده اولا رافض اخصادي رافض فني مهم جدا 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 ان كانت تتروح وتستفيد بقى من ما انت جاب راجل مدير فني القطاع تشيكي تشيكي اه فدي اول لازم ان يفتح للباب ده اه اول بصمة له بالضبط فتح لك الحتة دي نجاح نجاح بثورهم بالزي النادي التشيكي نجاح اه هذا الثلاثي اعتقد هيفتح مجال انا عايز الخطوة دي السبوس الكابت الخطيب بالسانة اللي فاتت وهو دماغه في كيف نطور هذا بقطاع بحيث يبقى مش بس مستني منه العيب او اتنين فوق يوفر لنا فلوس لا كمان الاستثمارات اللي احنا بحطة في لعبتنا دي تطلع نقدر نجيب بها بعض العوائد بعض العوائد مصطفى فوزي ده راس حربة وميده صنع قلب دفاع اه وبيسه جناح ايسر وصنع لعب يعني ثلاث مراكز متنوعة اي احنا نتمنى التجربة تنجع عشان تفتح سكة يعني للاخرين لكن انا عايز الكلام ده يكمل تاني احنا كنا بنعمل حاجة رائعة جدا جدا تذكر انت في الماتش بتاع 85 لما قلنا ان الكابتن عدل طعيمة كالليسة راجع اه طبعا بفريق من برة اه بفريق 17 سنة او 20 سنة اي من البرة ادري يحلم حال الفريق الاول في مباراته اي التاريخية امام الزمالك اي اه ويحقق نيطية مبارة ويكسب اي اقدم لنا جيل من النجوم كامل معانا فترات طويلة اه اكابت حسام وكابتن اه ابراهيم ومحمد السيد واخليل اسمه طريخ خليل طريخ خليل ويعني اقدم لنا مجموعة مميزة جدا كاملت معانا عايزين تجربة ان احنا نروح نعمل معسكرات ونتبادل مع عشان نكمل خطوة التسويق دي اي لان كل مرة كانوا بيرجعوا من برة بس ما كانش حد عارف لسه يعني ايه انك تسيب لعيبة كان تمالي بييجي اه عروض للاعيبة عندنا من قطع نشي اه فاقامة معسكرات الخارجية والمعايشات والمبارات الودية برة دي مهمة جدا 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 تكمل الصورة اللي احنا فيها دي بقى فاعتقد ان دي خطوة موفقة وربنا وفق الشباب التلاتة ميدة بالذات كان قليب او ان هو كان يتمرن حتى مع الفريقي الاول سنة الفاتة كان مدافع مميز يعني فنتمنى ربنا وفقه ونشوف تطوير اكتر لا إن الحقيقة بقى طالما ذكرنا الاهتمام بتطوير هذا القطاع الاهتمام بتطوير البنية التحتية الملاعب سوف تشهد مجموعة من التطويرات لعمل ملاعب محترمة عشان تنمية المهارات وتبقى لائقة يعني بالنادي الآن كمان إعداد كوادر فنية أستاذ إبراهيم بالتوسع في خلق فرص معايشة ومحاضرات وتبادل خبرات لبعض المدربين في النادي الآن كل دا كان بتعمل بس ما كانش له خطة النهاردة يعني أعتقد أن في خطة كمان يعني توفير وسائل الوسائل اللي هي الوسائل التدريب الحديثة مع الاستعانة بالوسائل البصرية والسامعية التدريب يا جماعة التطور جامد جدا 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 وأصبح متاح أنك أنت وانت في مكانك تقدر تحصل على آخر المستجداد بأحسن الطرق فما كانت كنت عندك الرغبة كمان تبعت ناس وتحتك وده مهم جدا وده يبقى دور يعني مؤثر للنادي الأهلي في تطوير الكرة المصرية بإذن الله مزيد من التوفيق لقطاع الناشيين عشان يكون فعلا ده حجر الزاوية المهمة أوي في مستقبل كرة القدم الأهلوية ومن ثم المصرية إن شاء الله اشتركوا في القناة